بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن ولاه إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم إخواني أخواتي في درس جديد اليوم مع دائما دفتر الأنشطة ولكن سيكونس 2 المرحلة الثانية ولا المقطع الثاني من برونجي 2 اللي هي دان لتخان نبدأ مع أنشطة المرحلة الثانية من دفتر الأنشطة نروحوا مع بعض نقرأوا الأسئلة نكتبوهم كما مالفين ونرجعوا في الحل تاحهم نبدأوا على بركة الله وصلنا لباج 46 كنا 46 هي الباج لبداية أسئلة المقطع الثاني نروحوا لسؤال الأول ولا سؤال أ اسمه سؤال الأول وش قالونا نلاحظ نشاهد نقول وش راني نشوف ونبعد نكتب جرغغد لفوتو جرغغد لفوتو نلاحظ الصور ثم أجيب على الأسئلة وش قالونا كس كا كون 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 لفوتو نشوف 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 نحن هنا هنا ديبيي ولا دي تيكي هنا هنا اسمه عوغان اللي يرغدو فيهم في تران اسموهم لكوشات هنا هدو لديو ديكوشات على تران هناك رستوران ان يقود في هق سما مليح يقود فيه رستوران وين يكثلوا العباف ،بس كي يوياجي دي لانك دستانس روحوا لكسيا لولا عوش غالونا فيه لكسيا لولا غالونا كس كيل كنت أتتتتتتع ما هو هو الكنترولر للتران ومش يكون هو هو النوم هو النوم وش يدير يخدم حخدمة معينة هو مثلا يراقب الواقان يروح يشوف هذة هي خدمته ومبعد نشوفه وش قالونا ومم بو دغميغ لسوار دان لتران وين نقدرو نرقدو في الليل في التران قلت لكم كاين دي واقان نسميهم ليكوشت كاين عربات خاصة للنوم ومبعد دان لتران ام نستجد او نشوفه وكاين جوعو اسي كاين دي واقان ثاني عبارة عن دي رستوران ولا دي فايي ومبعد جالك جهوري جيمت من مواجه ان تران ومبعد جولك قولي لماذا تحب السفار في القتار ومبعد لتران ارسليم جديسي مانتران هنا تريد من كانت يرد من أن تكررين نرسم القطار التاعي نرسم قطار مثلا بالواقون بالعربات التاع و بالالوان اللي بغيتهم و نديلو وصف صغير في الابارتي هذي نكتبو الإجابات التاعنا و بش ما نديوش الوقت و نرجعو مع بعض حلينا التمارين كتبناهم نرجعو نقرأوهم مع بعض ان شاء الله قالك وش هو من اسمه نجيبو الوظيفة و ش يخدمتو و هنا التمارين كتابات المهمة المهمة القرأة و يشوف يو وش يقيقات المستشعر الإجابات المستشعر و يسوي إدرانات المستشعر كنت معاж الوظيفة في السبب التاع في المستشعر و لديو عربات لديو أجاند كنتم لديووت كوشت انه يمكنك درميه دان لكوشت ليهوما ليواغان كوشت عربيت النوم في لتخان كي تعود لدستانس كبيرة الانسان يخيير الواغان لكوشت باش يقدر يرموزي ومبعد دان لتخان انه يمكنك منجه وانه يمكنك منجه دان كنتان انا فان سكين جوعو وينه نقدرو ناكلو في لتخان في لتخان aussi ولا في القطار يوجد عربيت خاصة يديروهم دي رسطوران ولا دي فايي باش يقدر الانسان يأكل فيهم يسميهم واغان رسطوران انه يمكنك منجه دان لسرطوران دي تخان ليهوما ليواغان رسطوران عربيت اللي داروهم مطعم مبعد جالك جيكري پوركو جيم voyager en تخان پوركو جيم voyager en تخان نعطيه هم فراز سمبل مثال جيم voyager en تخان كار ولا پاسكيل ولا پاسكو لتخان جيم voyager en تخان كار أموين من تخان سمربو رسطوران و من المتحول سمربو مستقبل تخان بعد بطائرة بعد بطائرة هو تقدر تاكل فيه تقدر فيه الواقان هذو كوشت تقدر تربوزي كي عود لدستانس طويلة المسافة بعيدة بين لندر واليركرا يحلو سيبوغسة مدينا جملة سامبل قل كجان وياجي انتخان كار سيتا موين دتخانس بغابيد هو وسيلة نقل سريعة وكمفورتابل نلقى فيها الواقان كوشت نلقى فيها الريستوران ما نطرش نحبط ونقاري ونحبس تما كل شكايل نقدر نربوزي فيه ونستمتع بجمال طبيعة نتأملهم هذا هو السبب اللي يخليني نحب نسافر بالقطار السؤال اللي بعدو وش قالونا نميغو تروى قالونا جديسين مانتخان بخيفيغيس ما نرسم ترا نحاول نديسيني ترا هنا اي تلميذ يرسم ترا يديلو الواقان تاعو هكا ويديلو الروض هذوك تاعو تاع الحديد هكا المهم يديسيني ويكتب يوصف فيه الترا اللي يحبو مثلا منتخان بخيفيغيه ومانتخان بخيفيغيه ومانتخان بخيفيغيه المهم حاجا سهلا المانتخان بخيفيغيه هو قطار المسافرين سهتا موايا دو تخانسپورت رابيد ومانتخان بخيفيه ومانتخان بخيفيه وحرية اختياره في البوايج هذا هو الفيديو تاعليم حلينا فيه الباج 46 دائما نقول لكم هي اول صفحة سيكونس 2 دون لتخان من برو جيد ان شاء الله يربي لكم فتكم في هذا الفيديو هذا دائما كما نقول لكم ما تنسونيش لايك جام بغتاج اذا عجبكم الفيديو لأول مرة تشوفني ما نقولها ما تنسيش اذا عجبك المحتوى الاشتراك في القناة وانتلقوا في فيديو قادم ان شاء الله كانت معكم اختكم ام خديجة دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة